لكن نرجع مرة تاني لحقيقة جهنم مش لانه بحب لانه فعلا لازم نوضح في تعبيرات الكتاب ذكرها مثل نار لا تطفأ ومرة تاني بقول دود لا يموت بيتكلم عن الأسنان تصطق الركب الاخره شو هي جهنم اعتقد ان محدش يقدر يقول ايه يا جهنم لان هل يكفي نقول هي فقط الانفصال عن الله لا اعترض على ذلك بشدة لان كلام المسيح ينفي ذلك لما مثلا يقول دخان عذابهم يصعد الى ابد الابدين ليلا ونرارا يعني احنا لو قلنا ان بس مجرد الانفصال عن الله طم الخاطئ يقول لك جالك الفرج وانا ما بحب الله انا مش عايز الله فكوني حقود ابدية بعيد عن ربنا ده ده المونة لا اقول له لا هو عتصدق من له الابن له الحياة من ليس له الابن فلن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله فاحنا مش هننسى الجزئية دي طب انا ممكن اطمن المشاهد لانك زيما انت بتقول احنا مش بنحب ننكد على حد ايه بس ممكن ما ننكدش عليه وبعدين يلاقي نفسه في جهنم حيث لا يستطيع ان يغير واطعه من الافضل ان احذر دعونا بنشاط وثباتي ننذر الشريرة من يوم عصيب ففي يوم عصيب جاي واحنا بنقول للناس مش لاننا غوين نكد ليهم ولا لان الله بيحب يعزب اطلاقا الله لم يعد جهنم للبشر لكنه اعد ما لم ترعين ولم تسمعه واحنا بنتكلم على حقيقتها لكن بيوصفها باوصاف عذاب دخان نار ودود دود لا يموت ايش هذا المواصف هذا الكلام مجازي يعني افهمه مجازي وليس معنى المجازي انه ليس حقيقي بس انا ما اقدرش يعني لما اقول فلان ده قوي كالاسد او دود لا يموت يعني شو المفهوم الدود ده بيجي من جوه مش كده الشخص بيبقى من جوه دود عذاب الضمير الارجح انه ذكرى الفرص الضائعة يا ما كلمون الناس عشان اتوب يا ما سمعت برامج في التلفزيون يا ما صوت الله نادى علي يا ما روح الله كان بيجاهد معايا عندما يتذكر هذا وهو يعرف ان ده كله راح ولن يعود ده عذاب ضمير فعذاب الضمير يمثل بدود لكن فيه غضب كمان من برة المشبه بالنار ولماذا اختار الله النار لان اشد عذاب نعرفه كبشر في العالم هنا هو النار لذلك وصف جهنم بالظلام بالنار بالدود بهذه الاشياء اللي في الحقيقة مش حلوة والرب مش حابب يودين هناك وبينادي كل واحد بيقوله بخطاياك تعالى زي ما انت بس انا حخلصك لو جيتلي بتوبة وإيمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة